الحفلة باقة قدامة وبينها مطولة هدبوني في هدو حال في نحتي قتلونا بالضحك البارح والله ما قدرت نصبر و قدرت الفيديو مع الطلب الليل مع ذلك 12 الليل حيث كل ما درتوش ما كاش غاية الديني الناس واشحال ضحكنا البارح واشحال ضحأنق واليوم غاية نكمل لكم ذلك اللي باقي من البارح اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات النقاش معكم حاتم المرابط ما تبخلوش انينا اخوتي بالدعم دياركم والتفاعل دياركم بالتعالق واللايك ولكن انت اول مرة كتشوفت القناة ما تبخلش علينا بالشراك كنا تقولوا سابقا قعرهم صبليون ورانيت قعرهم صبليون وزير خارجة اسبانيا البارح زاد دخل فيهم طول عرض وما زال مكمل عليهم وقال لهم البارح الجزائري المسؤولة الوحيدة عن التصعيد مع اسبانيا من بعد ما اخذت قرار بقضع اعتفاقية الصداقة والتعاون ومن بعد ما اخذت قرار بتعليق تعامل التجارية البنكية اللي اتراجعت عليهم بسرعة البرق وبحال اللي كانوا دير اليوم غير كاميرا خافية ودغياء قالوا ليهم اللي احنا ما قمناش هادش وما درناش هادش وهادش غير كذوب وفي ناير عين الحمراء اللي ادرته الاسباني هادره ولات عين قوس قوزاء انكم تتراجعوا بسرعة البرق مع اول تدخل من الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاوروبي مدرش تدخل قوي دير غير تلميح بانه سيرد على الجزائر صدقوا ديري لهم كاميرا خافية والوعرة ان قبيلة البلوفينجر يدخلوا عندي من البارح ويقولوا لي كتكذب مساكن ما بقى لهم حتى حلم من غير انهم يديروا التشويش المجاني نفترضوا جدلا حاتم المرابط يكذب وبالاغ البيعت الجزائرية الرسمية اللي كان في الاتحاد الاوروبي والبالاغ المنشور في وزارة خارجية الجزائر حتى يدوا تكذبوا عليكم بحال حاتم مرابط انا كنت فاهم ان الصدمة كانت قوية والصدمة كانت قوية وديما دموع 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 مساكن هو المفرحة لهم لم يكن تكملت المهم الصدمة كانت قوية عليكم وخلاتكم مشيتوا من الجزائر رجعات العيل الحمراء واسبانيا تحت رحمة الجزائر مشيتوا من هذه الهضرعات والليتوا غير كتتساوي ودابا كتبردوا على رأسكم من بعد اكبر مرشريار ذات الجزائر في التاريخ الحديث دياله تراجع عن قرار جزائري بسرعة البرق منهم لا يقدمش على الازمات مع الدول الاوروبية لماذا تتلاحوا؟ المهم وزير خارجية اسبانيا قطر لهم الشمع لعينهم وقال لهم العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي منظمة باتفاقيات وبنود واضحة والاتحاد الاوروبي تدخل فات الاتفاقيات بحكم ان اسبانيا عضو في الاتحاد ديالاوروبا ما زال اخوتي غيدخل فيهم وزير خارج اسبانيا طول عرض غير تسنى وذبنا كنت ندلهم غير تمهيد دقة دقة باش مستخفوش ليا وقال لهم رغم هاتي كامل اسبانيا بغا تبقى الحوار البناء بين اسبانيا والجزائر ومع كل جيرانيا حوار مبني على الاحترام المتبادل والحرية والسيادة وقال ان لو كان هناك شي جدل في شي قرار او موقف اسباني عليه ان يكون جدلا داخل اسبانيا وبين الاسبان فقط وليس خارجها انا لله وانا الي راجعون قصف ارض جوم الوزير الاسباني للدولة الضاربة اللي ضربتها بالنكرال بارح وبسرعة البرق واش سمعت وشنو قال لكم اشجراروا قال لكم الحرية والسيادة يعني يا الجزائر يا الدولة الكحتية التي مرغة انفوها في الوحل قال لكم وزير خارجية اسبانيا الباريس دخلوا سوق راسكم قرار اسبانيا هو قرار اسباني خص الاسبان فقط والاسبان هو من عندهم الحق انه مجاد له هذا القرار داخل اسبانيا قال لكم اسبانيا عند حرية القرار وهو قرار يعتبر شأنا داخليا الجراره يعني تقول لكم دخلوا سوق راسكم لكن بسالته وبديتوا تدخلوا انفكم في ما لا يعنيكم بسفتكم شنو تتدخلوا راسكم في قضية مطروحة في الامم المتحيدة كتتدخلوا راسكم في قرار سيادي يخص اسبانيا فقط او اسبانيا والمغرب هانتما القوة الضاربة اللي ضرباتها بن كرا وزير خارجية اسبانيا واللي كتبرد عليكم وتتهز عليكم ويهينكم امام العالم وش فهمتوا الجرار وما معنى ان يقول لكم وزير خارجية اسبانيا ان هذا القرار هو قرار سيادي داخل في الحرية الداخلية لدولة اسبانيا وهو شأن اسباني محد هاتي يعني انكم تتدخلون في امور سيادي لدولة اوروبية لا تعنيكم لا من قريب ولا من بعيد هاتي يعني انه تقول لكم انتم مجرد دفتر واسخ لدولة ولا تفقهون اي شيء في العلاقة الدولية الخارجية ولا تحترمون سيادة الدول وزيد اعطاهم للراس فاش قال لهم الباريس المؤسسات الاوروبية لنفس توجه موقف اسبانيا من قضية السحراء واتجراروه وتقول الخدامين عند المغاربة ويعاونون في قضية السحراء هما كانوا مدفزين مع اسبانيا صدقات ده بالمؤسسات الاوروبية قال لهم وزير خارجية اسبانيا هذه المؤسسات تدعم مقترح الحكم الداتي تحت السيادة المغربية الكاملة بحال اسبانيا هذا بالمضحك في الامر والموهي للقوة المضروبة التي ضربتها بن كرالبارح وباعت الماطش بسرعة البرق والزات وتلقات بلوفينجرمسكين وخلاته بوحده في الساحاق كذا حكوا عن المغاربة وخلاتهم باقي ان تكتبوا في تعالق الدوبة بيديا لهم الجزائر خرجات العين الحمراء لاسبانيا المضحك في الامر انه عندما وقف الاتحاد الاوروبي مع اسبانيا ضد المغرب في الازمة السابقة المغرب لا يطلب حتى مساعدة او دعم لقاء الجامعة العربية والدول العربية كتدعمه ولو معنويا الجزائر المضروبة والذي ضربتها بن كرالبارح ما لقيت حتى واحد معها حتى واحد ما يتكلم عن هذا الموضوع وحتى واحد ما يريد دعمها كل شيء يتفرج ويدحك عليهم وعلى الغاباء ديالهم وعلى الواقع حل فيهم بدلتكم فرنسا وبدلكم ماكرون وما قدرتهم توقفوا مع ند بالند ورجعتهم لأ السافير صغيرين قدرتهم لأولاد سوف يمشي الموناكا وليس يمشي الفرنسا ومن بعد نقلنا في العاصمة الفرنسية يحضر الواحد احتفال مع ماكرون هذه اسبانيا بدورها تبادلكم وكتجفف بكم الأرض وشوهاتكم وبيناتكم على الحقيقة لكم انكم صغار بثاف ومعندكم وزن في المنطقة صراحة نتيك كامل السبب هو المخزن ومغرب حيث المغرب قدرت لهم كونتر خطة تبقى دائما المغرب ساكت عليهم على الهبل حتى يتيقوا راسهم راوموا عرين وراموا أقوية وما يدصروا وما ينسوا راسهم وجربوا الواقع حديروا مع الاتحاد الأوروبي سعجوا من رد سريع وضغيات تراجعوا وضربواها مارشريار وقالوا لهم هديرا غير كاميرا خفية وما انتم ما تيقتونها رحنا غير كنضحكوا وغير لعبين وضحكوا هذه هي القرارات التي يتخذوا مع الكنس السبب إذن هو المغرب الذي يتصل على الحتالة تتنفقوا وتصحب لهم راوموا روسيا ذي المنطقة والموتير للسخرية والضحك إعلام الجزائر أو إعلام الصرف الصحي دير راسه بحالي لما عرف وانه حرفيا كتب قم قولات اعمل نفسك ميت أما جريدة القدس العربي اللي موالية النظام العسكري درت واحد المقال يوم في الصباح وقال لك الجزائر ما زالت تصاعد ضد إسبانيا ومجلة القدس العربي الجزائر رات تصاعد ولكن رات تصاعد السروال ديالا من بعد مطيحات البرح بسرعة البرق أعتذر على هذه العبارة ولكن رات في الصياق ومستحيل من قولات القدس العربي المعروفة بتبعيتها للدولار ديالجزائر ما اذكروش في المقال ديالهم تراجع بيعتة الجزائر رسميا عن قطع العلاقات التجارية والبنكية مع إسبانيا وبحالي لمكيناش وبحالي لمسمعوهاج لا تذكروش أن هذه البيعتات تأسفت لأن الاتحاد الأوروبي فهم بالغلط أن الجزائر قطعات لعلاقات تجارية وقالوا أن ترى ما كانت منه بل لمشات كتذكرهم وكتقول المتتبعين لهم الجزائر هددت إسبانيا على أنها لا تبيعش الغاز المغرق وعلى ذكره هذا التهديد لفنكوشي حتى هو ما نقع من بعد؟ هنتم هددتوا إسبانيا وقالوا دوقتوا بصبع وبلو فينجر مسكين ومن بعد نسيتوا ومدرتوا وقالوا وجمعتوا رأسكم وتركنتوا حيث أنهم لا تريدوا بحال تماسيح فيكم غيرهم أمالي الدين لا يجيب هذا بالله عليكم الجرارة المعارضة في إسبانيا التي كانت عوّى لأنكم تبقاوا على الكلمة لكم لكي تحرجوا بيدرو سانشيز وهذا المعارضة تبدل الحكومة حتى هم عوّلوا على الخلام الساكني ضغيّة بعتوا الماضي وضغيّة نازلتوا وخلّتهم بوحدهم في مأزق هذا المعارضة الإسبانية حتى هي بسبب الجرارة بانوا أنهم لا يفهموا ولا يفهموا في الديبلوماسية وبانت حكومة كي ترون سانشيز أنها فهم الأمور وعرفة أن الجزائر غير بوكو كلام وما في يديهم ودولة ضعيفة ووظيفية لكي اختارت في المعادلة أنها تبقى مع المغرب بالدولة القوية وصراحة تتكلمون مع الكثير من الأصدقاء الإسبانرا ومطلعين عليكم وكانوا يقولون أننا كنا نتظروا وكنا نتخوف من أن الجزائر سعى الغاز سعى صدقات ما عنده كلمة ومع ذلك السيد ناصر بوريتا خدم على رأسه وحضر في منطقة تانجل بارح للحوار والأديان الذي كان فيه وزير خارجية أمريكا أنتوني بليكن وحتى قوتيريتس للأمم المتحدة وكلهم أعطوا الكلمة وشكروا في ناصر بوريتا وشكروا في المغرب دولة تفتح وكان مع السيد ناصر بوريتا المقاس الدابي دينا كان معه الوزير الأول السابق لإسبانيا ساقطير سافي الجراروة سيقول دقاجات مؤامرة من المخزن المغربي من طرف ناصر بوريتا اللي حرر إسبانيا لتصدع الجزائر في الاتحاد الأوروبي سافي سيقول المخزن هو اللي شو وانا وفضحنا وبيعنا العجل حتى ادصرنا على إسبانيا ويتعاود لنا الطربي من اللول أرغنا لكم الجراروة القادم وأسوأ انتم باقين عايشين في العالم افتراضي لموازي ديالكم وكتعتقدوا أنكم فعلا دولة رأيكم مجرد دفتر واسخ لمشروع دولة فاشل وتصريحات وزير خارجة إسبانيا عرفتها موصلاتكم لأنكم تعيشون في تعتيم إعلامي جزائري كبير جدا وتبقوا غير صائقينكم بحل لكي يصولكم المشاكلة هذا ما علاج؟ قلتنا نأخذ فيكم حسانة ونوري لكم الوجه الحقيقي للدولة ديالكم في المرايا لا تبقوا تتعاندوا مع المغرب رأي المعاندة خيبة لا نستطيع أن نقول أحد الكلمة واحد العبارة نقوله في المغرب ولكن رأي المعاندة خيبة رأي المغرب ما سهلش والمغرب يدافع عن الحق يعني دائما منصور بإذن الله أما أنتم يجروا أشدخل حماركم في أسبوع الفرس أو أسبوع الفرس الجزائر تدافع عن المنكر وتريد تقسيم بلد مسلم فمعمركم سترى النهار البيض في حياتكم ودائما في الطوابر إن شاء الله ومعمركم ستنجحوا في مسعى ديركم الخبيث قال لك الجزائر تصاعد فعلا تصاعد سروا لها شكرا لمتابعة ديركم كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر